الكثير من المواطنين وبمختلف المحافظات يتخوفون من هجمات مباغتة تشنها عليهم الكلاب السائبة بعد اتساع ظاهرة تواجدها بمختلف الأوقات بمراكز المدن والطرقات مسببة وفيات وإصابات جراء التعرض لعظاتها المثنى لم تكن بعيدة من مخاطرها الصحية ما دفع الأهالي فيها بالتزامن مع ذكر اليوم العالمي لداء الكلب للمطالبة بضرورة تضافر جهود الحكومية لإنهاء هذه الظاهرة صوص الكلاب السائبة أبسط مثال عندك هاي شو جاي شو بمناطق بمركز المدينة تريد إجراء حكومي أول شي الأصوات المزعجة هاي دعيك عنها ثاني شي موسم مدرسة يعني هاي سأبسط الأمور عندك هذا الليل ما قدر تطلع ليش؟ لأنه أنت مركز مدينة هاي يعني حيال حكومي مركز مدينة ماكو أي إجراء من الدولة قبل كانت الكلاب السائبة نشوفها بالأماكن البعيدة عن المركز المدينة بالأماكن الريفية بس حاليا نشوفها داخل مركز المدينة وبشكل تجمعات كبيرة فنتمنى من الجهات المعنية شوف لنا صلاة حل لهذه الكلاب طبعا هاي الظاهرة احنا كل شنا ضايق من عندها يعني خصوصا للأطفال مقبلين عن مدارس والنساء وأصوات هاي يعني بالليل مرعبة للأطفال للنساء ومع تصاعد الأصوات المطالبة بمعالجة مشكلة الكلاب السائبة في جميع أنحاء العراق تطلق السلطات المحلية حملات يمكن وصفها بأنها محدودة لإنهاء هذه الظاهرة بالمدينة موجودة يعني أعداد كبيرة ودائما تهاجم الناس من جملة الأمراض اللي تنقلها الكلاب السائبة هي عاضة الكلب ويسمونها داء الكلب وهذا داء الكلب مرض خطير ويعرض الطفل والمواطن إلى تصل إلى مرحلة الهلاك فنهيب بالجهات المختصة أنه سوى حملات وحملات منظمة يعني ما يعني بالسنة أو بالسنتين سوى مرة وتعوفة وتتضاعف مخاوف الأهالي من الإصابة بداء الكلب المميت بمضاعفة أعداد الكلاب السائبة بالطرقات دون اكتراث يذكر من الجهات الحكومية للحد من تواجدها سيما وأن أغلب المراكز الصحية تخلو من علاج عضة الكلب بحسب مراقبين من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية